بسم الله الرحمن الرحيم مع كنز عظيم جدا من كنز السنة سنة عظيمة مهجورة لا يعلمه أكثر الناس عند دفن الميت عند دفن الميت وتسوية التراب على رأسه نبزة بسيطة عن ناكر و نكير ناكر و نكير كما جاء في الحديث بروايات مختلفة أشكالهم مرعبة جدا قال عليه الصلاة والسلام فكيف بك إذا جاء كناكر و نكير أصواتهم كالرعد أنيابهم كالسياسي أفسرهم كالبرك الخاطف في أيديهم مرزبة في أيديهم مرزبة لو وضعت على الأمات لم تقلها لم تطيقها يعني لو ضرب بها الأمة كلها تموت حتى في رواية من روايات الصحابي قال له يا رسول الله و أن يستطيع أن يجيب على هذه الحالة فرسول رض عليه قال له يثبت الله الذين أملوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة و يضل الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء أخبركم تاني حديث خطير جدا مهم في الوصف بتاع الفيديو طويل عن وصف بس حديث طويل قوي يعني لحد ما طويل فمش عايزة أقوله دلوقتي حتى لا قطيل عليكم هتعرفوا لكن ربنا يثبت المؤمن الثابت لكن مين اللي بيوفتنش في قبره المرابط في سبيل الله يعني مين بيوفتنش يعني لا يسأل قال له يا رسول الله ما بالو المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد فقال لهم كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة يعني كفاءة على أنه هو مات شهيد في سبيل الله و مخافش من السيف و ضحب حياته فالشهيد و المرابط في سبيل الله اللي ماتوا مرابط في سبيل الله طبعا والصديق و النبي ما بيفتنوش في قبرهم الله ما يجعلنا في منازل الشهداء الذين لاوا يفتنون في قبرهم فالحول أحدكم صنة عظيمة جدا ثقيق فتنة أو تخاء لا يعلموا أكثر من الناس عشان أقد كل الناس اللي يشوفوا الفيديو ده يعملوها لما يقفوا على جنازة واحد وهو يدخن روى الإمام التبراني في كتابه مجمع الزوائد والإمام ابن القيم في كتابه الروح والإمام القيم سكت على الحديث ده و ده معنا تصحيح للحديث من الحديث أبي إمامة المهلي قال له قال للناس إذا سويتموني و وضعتوني في القبر و سويتم علي الطراب ففعلوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في القبر ناد مناد يا فلان ابن فلان فإنه يسمع ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلان فإنه يستويقا ثم يقول يا فلان ابن فلان فيقول له أرشدنا رحمك الله فيقول له يا فلان ابن فلانة تذكر ما خرقت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رديط بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن إماما وحكما فيقول الملكان ناكر ونكير ما نفعل كيف نقض برجل لقل حجته أو ما نقعد عند ميت لقل حجته فيأخذ أحدهم بيد الآخر وينطلق فيكون الله تعالى حجيجه من دون الناس فسألوا صحابه رسول الله وإن لم يعرف اسم أمه قال له يقول يا فلان ابن حواء فدي سنة عظيمة جدا ومهجورة ما يعلمش أكثر الناس تقل ميت تقل ميت فتنة القبر لفتنة القبر لشيء عظيم جدا لما أحطركم الحديث بتاع الملكين لما يجب أن يسألوا شكلهم إزاي وإزاي بينطهر الميت وإزاي الميت في حالة رؤب سواء كان مسلم أو كافر سواء كان إنسان صالح أو طالح لغاية ما بيتملك نفسه ويقدر يجاوب الثالث أسئلة ما ربك وما دينك وما النبي الذي يبعث فيك فقال قل اسمعني دلوقتي ينشر الكلام ده لأن هذه صنة مهجورة عشان أي واحد بيتدفن الناس أو واحد من الناس يلقنوا حجته وينادي عليه بسوت عالي وهو واقف القبر سيسمعه فالملكان سيأخذه بعضهم ويمشون فهي إزاي هذا الشيء عظيم جدا فأنا سأكتب لكم الحديث في الوصف ونستخدموا هذا الكلام ونشاهه ونقولوا قول هذا استخفر الله ليعلم